لينا نتكلم أنه طبعا بعد تقرير بعد انضمام كريسان ورونالدو لنادي النصر اسمعنا أسماء كثيرة يعني مادريتش فيه عايزين يتعاقده معاه وفيه بعض الأخبار الأخيرة بتقول أنه قد يكون محمد صلاح هو يعني اللاعب الجديد الذي ممكن التعاقد معه في الدور السعودي أي أن كان عن طريق النصر أو الهلال شايف ده ممكن يعني شايف هل محمد صلاح ممكن خلال وخلي بالك إدارة لبربول يمكن قدت الجرين لايت لمحمد صلاح للانتقال في نهاية الموسم هل ده ممكن نشوف محمد صلاح يعمل خطوة ديت ولا الموضوع مختلف تماما وعقلية محمد صلاح لسه جعانة لبعض البطولات جعانة لممكن جدا لتكون فيه شغف فيه دوري آخر شايف ازاي الجزئية ديت محمد صلاح دايما طموحاته أعلى من كده زي ما بنقول تواجد محمد صلاح في الفرق الأوروبية الكبرى في الدور الإنجليزي أو الدور الأسباني أو حتى يعني شوفنا بارس سينجا ما دخل في ما بين أسماء لندية اللي ممكن تنافس وتتعاقد مع محمد صلاح في الفترة القادمة لو تم التنازل عنه من ليفربول محمد صلاح أعتقد لا هو طموحاته أعلى من كده لا نقلل من الدور السعودي ولكن طموحات محمد صلاح زي ما قلنا تواجد اللعبة ديت في الدوريات الكبرى الأوروبية الكبرى بتساعدهم على طبعا التنافس على دوري الأبطال أوروبا الشامبينس ليجي بالتالي بتعكس أن أنت تكون متواجد فيه توب رانكينج طب هو السؤال قبل ما نطلع فاصل عشان هزين نطلع فاصل محمد صلاح إدارة ليفربول قالت أنه ممكن جدا يمشي في نهاية العام بسبعين مليون باوند السؤال هل تفضل محمد صلاح واتجاهه إلى باريس سان جرماني اللي مهتم جدا باللاعب أو إلى ريال مدريد هاسمع إجابتك بعد الفاصل محمد كنت بسألك لو فعلا في اتجاه لانتقال محمد صلاح في نهاية الموسم تفضل أن يكون موجود في البي اس جي ولا في ريال مدريد ما بين قسين وقد يكون أنشلوتي قد رحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم إذا ما خسر الريال الدوري الأسباني شايف محمد إزاي حس محمد صلاح هيكون فين أفضل في البي اس جي ولا في ريال مدريد عن مستوى الشخصي أتمنى أنه يكون في ريال مدريد يعني قد يساعد محمد صلاح أنه يكون دايما في تنفسية على البالوندور قاملين هو شكل تخيولي كمان محمد صلاح بانتشيرتي بتاع بي اس جي هو الأقرب هو الأقرب الأقرب طبعا شفنا حتى في الصحف الإنجليزية تدول بعض الصور ما بينه وما بين طبعا إدارة باريس سينجرمان والأونرز من باريس سينجرمان قاعدوا مع محمد صلاح على غداء فيه كلام كتير جدا أنه هو ممكن يتجه الناس بتقول لا ده هو كان فيه مفاوضات حول شراء النادي أو يعني عايزين يبقى الأونرز الحاليين لليفربول بيتفاوضوا في بيع النادي نفسه لا أعتقد أنه كان فيه كلام على ضم محمد صلاح لباريس سينجرمان يعني يلحق بالكتيبة خاصة أنه فيه كلام كبير جدا برحيل إمبابي وزهابه لريال مدريد ريال مدريد اهتمامته أكتر بإمبابي عن محمد صلاح لأسباب كتيرة جدا إمبابي وتقلقه يعني ونضجه صغر صغر سنه طبعا بساعد على اللونج رن أن يكون فيه لاعب أسطوري بمعنى الكلمة وجوده مع ريال مدريد بساعدة ريال مدريد طبعا على يعني طبعا الاستمرارية في التنافس صحيح صحيح مع برشلونة دلوقتي بنشوف بينافس بشكل كبير جدا ريال مدريد عنده مباراة مهمة جدا طبعا زي ما احنا عارفين مع ليفربول في الشاب يمسليك بينافس في كل البطولات يعني بالتالي أنا شاف أن محمد صلاح بعيد تماما عن ريال مدريد لهذه الأسباب طريقة اللعب خاصة لما حضرتك زي ما أنت قلت بالزبط لو أنشلوت يرحل أعتقد ممكن يأتي زيدان أو يأتي أسماء بتلعب بفكر هجومي أكتر عن أنشلوت وطريقته اللي احنا شفناها طبعا فيه بهتان زي ما بيقول أو الأداء باهت بعض الشيء لريال مدريد فأعتقد إمبابي هو الأقرب لريال مدريد محمد صلاح هو الأقرب لباريس سينجمال